اشتركوا في القناة جيدا لحل متوافق بشأنه بين الاطرف وقد تم تعبير عن هذا الموقف في الاعلان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس ببراجا كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية تشيكية يانا لبافسكي واكد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصية للامين العامة للامم المتحدة ستيفان ديمستورا ولجهوده الرامية الى الدفع بالمسلسل السياسية على اساس القرارات ذات الصلاة الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة وفي هذا الاعلان المشترك جدد بوريطة الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية تشيكا وليبافسكي التأكيد على دعمهما لبعتة المينورسو نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء